زيانا يقولون الحرام اللي ما تكمشها كم عاصل ضربة زيانا الولد محميين الحراموية يحكمون الحراموية لهم سلطة على القرار وإحنا عدنا أدلة وبينات وشاهد موجود عم الولد الحرامية أخذوا ثلاثين بالمئة من البوقة وطونا سبعين هسنا مو مرات الولد يتفاوضون ويا الارهابيين مو مرات الدول المتحاربة تتفاوض خلنا تفاوضوا يا الحرامية نعم ردونا نص واخذوا نص أخذوا نسبة ورجعونا نسبة ونسقط عنكم الدعاوي يصير هذا الحاجة قانونا يرهام دكتور نجم يرهام هذا الموضوع هذا القرار اتخذ ملك المغرب قبل أربع سنوات أو خمس سنوات تقريبا كثير من السياسيين متهمين بشبهات الفساد واختلاس أمال فأجرى عملية المصالحة سموها عملية المصالحة تعال رجع خمسين بالمئة وأنا أسمح لك بالترشح بالدورات الانتخابية الجديدة واليوم هو انتخابات برلمانية بالمملكة المغربية فأعتقد أنه هذا المقترح سليم جدا لأنه هسنا ما نقدر فعلا ما نقدر نضربهم هالعصاء وحدة خلينا نقعد نتفق تعال أبوي رجع خمسين رجع سبعين بالمئة أفضل ما نخسر المبلغ كله وأنا أعتقد أنه هذا والله مقترح جيد أنا شخصيا مع هذا المقترح رغم أنه واجهت انتقادات شديدة حول هذا المقترح أنا أنا أقول لك حتى انتقل الشيخ رحمين بما تبقى إذا صارت القضية بهذا الشكل تورو مش راح يسوي الولد الحرامية يأخذون قرض من الدولة ويسددون للحكومة ويسددونة ويسددونة وما أكثرها شخص